السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإليكم علامات ليلة القدر الأولى أن تكون لا حارة ولا باردة الثانية أن تكون وضيئة مضيئة الثالثة كفرة الملائكة في ليلة القدر الرابعة أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع والدليل قال عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة رواه ابن خزيمة وصحاحه الألباني وقال عليه الصلاة والسلام إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشرة الأواخر وهي طالقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها رواه ابن حبان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله رواه ابن خزيمة وحسن إسناده الألباني وقال صلى الله عليه وسلم وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاء لا رواه مسلم والله أعلم بها وهو علام الغيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر